موسيقى موسيقى بس لأنعاش الاقتصاد أكيد رح يؤدي إلى رفع الدان العام الدان العام مانو مشكلة يعني بلبنان الدان العام اللي هو 60 مليار أغلبيته هو دان داخلي يعني ما بيتأثر بالأسواق العالمية نحن لازم نوجه الدان العام ونوصفه تسير يفيد الاقتصاد يعني مثلا إذا الدان العام بيمول الاستثمارات يلي بدوره بتزيد النمو بيكون الدان سليم أما الدان إذا بيمول نفقات تشغيلية بيكون دان خطر وأخطر شي الدان اللي بيمول فويد الدان طب أي نعاش أديب من شجع العرض أو الطلب شو الفرق بينتهم؟ تشجيع العرض يعني تحسين الإدرات التنفسية والربحية للشركات مثلا الخفض الضرايب أو الشراكات ضمان الاجتماعي؟ أكيد كمان إزالة كل التعييدات اللي تفرضها الأنظمة المحلية مثل أنون العمل وأنون ضمان الاجتماعي وبيروكرياتية الدولة وزيادة الإنفاء العام للبحث والتطوير وأكيد لتحسين نوعية العلم وسيستة الطلب أديب؟ سلسلة الطلب يعني تحسين إدرات شرائية للأفراد يعني تقدروا يستهلكوا أكتر ويدفعوا درايب أكتر مثلا أكرار سلسلة الرتب ورواتب؟ مثلا وأكيد كمان زيادة الإنفاء على التغطية الصحية والتغطية الشاملة والضمان الاجتماعي للأشخاص كتير رميح وأنت شو بتختار؟ أنا بلاقي ما في كتير فرق بينتهم واتنانتهم بكملوا بعضهم بس إذا بدي أختار أنا بلاقي أنه لبنان عنده مشكلة عرض أكتر ما عنده مشكلة طلب أنا بالنتيجة مع الإصلاح يلي بحرر الطاقات ويلي بيخلق اكتصاد جديد مبني على الابتكار وعلى الإبداع وعلى المبادرة وعلى خلق الشركات وخلق قطاعات جديدة تكشف أو إنعاش أهم شي يكون فيه رؤية للمستقبل أنه إذا ما فيه رؤية ما فيه نوصل لمحل نشوفكم بحلقة جديدة نتنين للجمعة تابعونا اشتركوا في القناة